مساء الخير عشرات ألاف الحناجر طوقت قلب بيروت بسلسلة أعيدت مصادر تمويلها إلى نقطة الصفر ووضعت في مقبرة لجنة لدرس ملف الأملاك البحرية ولحرف القضية عن مسارها كانت بل بلد تحقير النواب ورد الاعتبار بل اعتذار لكن هيئة التنسيق لم تعتذر عما لم تفعل وفي قلب المجلس صوت واحد من مقام النائب حسن فضل الله كان كفيلا توجيه صفعة إلى دولة وقفت موقف المتفرج وشاهدت كرمخياط وهي تستصرخ دولتها وتشكو غربتها وتقف بكل جرأة لتدافع عن حقها في الحرية وتتطلع يمينا وشمالا فلا تجد إلا سيادة لبنانية منقوصة ونحن كنا نظرن أن الحكومة وحدها من تنازلت عن سيادتها للوصاية الخارجية لكن ثبت وبالوجه الشرعي أن هذا الحكم هو وليد هذه القوى السياسية التي أشبعتنا سيادة وحرية واستقلالا وثبت باليقين أنها تنتظر أمر الخارج لتبني على الممارسة سيادة منقوصة لكن الأمر لا يحتاج إلى قراءة طالع ولا إلى ضرب مندل في الغزل السعودي الإيراني حتى ينسى السياسيون خلافاتهم ويجتمعوا ويتفقوا قبيل الخامس والعشرين موعد الاستحقاق الرئاسي وكلمة السر إذ تقبع عند الحد الفاصل بين المملكة والجمهورية فثمت بوادر حلول بدأت ترتسم ملامحها دعوة الخارجية السعودية نظيرتها الإيرانية إلى زيارة أرض الرياض مسبوقة بإعادة العلاقات الدبلوماسية ودعوة الملك عبر سفيره في طهران رئيس مجلس تشخيص النظام علي أكبر هاشم رفسنجاني إلى زيارة المملكة وإقفال عدد من محطات التلفزة التي تثير النعارات الطائفية في البلدين واتفاق الدول الكبرى حول النووي الإيراني معطوفة في الملف السوري على انفراجات تجلت في اتفاق ومصالحة حمص وإعلان الناطق باسم البيت الأبيض ألا تغيير في سياسة أمريكا اتجاه سوريا ولا أسلحة لأحمد الجرباء وكقيمة مضافة إلى هذا الانفراج إعفاء الإبراهيمي بالاستقالة مشكور السعي فاتفاق جناف ما عاد يؤتي ثماراً في ظل الاتفاق السعودي الإيراني وعلى ما تقدم تسير عقارب الساعة اللبنانية ومن باب الحيطة والحذر فأول طلائع الرعاية السعوديين والعائدين اللبنانيين ستطل أواخر الشهر على بيروت بعد قرار المملكة رفع الحضر وعليه فعلى وزير الصحة وائل أبو فعور إعداد العدة للاستقبال اللائق والخروج على اللبنانيين باحتياطات وقائية تبدأ من مطار بيروت كي لا يضطر إلى توزيع الكمامات على الشعب اللبناني ترجمة نانسي قنقر